النهاردة الكابتن محمود الخطيب كان لي تصرحات مهمة جدا بخصوص سعد سمير الكابتن محمود الخطيب قال سعد سمير نموذج في الإخلاص والعطاء ويستحق كل التأدير الكابتن الخطيب النهاردة حرص على الاجتماع مع سعد سمير أحد كبات الفريق قبل الموافقة على إعارة المدة موسمين لفوتشر افسي جاء هذا الاجتماع تأديرا وتكريما لما قدمه سعد من جهد وإخلاص خلال الفترات السابقة مع النادي الأهلي وسعد من اللاعبة الموجودة في الأهلي منذ ما يقرب من أكتر من عشر سنوات وتواجد مع أجيال كثيرة جدا وولي دور مهم جدا داخل غرفة خلع الملابس الكابتن الخطيب كمال قال النهاردة في بداية الاجتماع أن الجميع بيحمل تأدير وحب جدا لسعد سمير وسعد النهاردة كان ظهر عليه التأثر الشديد من خلال طبعا كلمات الكابتن محمود الخطيب ووجوده مع معظم اللاعبين وكل اللاعبين لأنه بالتأكيد ما كان يتمنى أبدا أن يكون دي اللحظة اللي يترك فيها النادي الأهلي سعد كمان يعني كان سعيد بكلمات الكابتن محمود الخطيب وسعد كان لي كلمة مهمة جدا قال أستأذنكم في رحلة خارج التتش بيذن الله تكون رحلة موفقة سنتين اعارف في نادي في يوتشر افسي وأنا واثق أن سعد سمير في السنتين دول هيقدم مستوى رائع جدا الإصابة أبعدت سعد فترة يا جماعة خليكم فاكرين سعد كان في توقيت معين كان من أفضل لعبي خط الدفاع في مصر مش في النادي الأهلي فقط لكن جات إصابة قوية جدا أبعدته فترة والإصابة دي عشان ترجع لمستوىك بتاخد وقت والنادي الأهلي دايما عنده مباريات واستحقاقات فصعب جدا إنك وفي لعيبة بتشارك بشكل أساسي إنك تعمل تدوير ومشاركة لبعض اللعيبة لكن السنتين الأعارف في نادي في يوتشر هتبقى فرصة لسعد سمير إن يرجع بيذن الله وبعد نهاية الأعارف يختم حياته داخل النادي الأهلي ويكون ختام موفق أحد دكبات النادي الأهلي طيب ده جوزة متعلقة بسعد سمير